وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 594 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 824 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تمضبط قرابة 45 طن وفي مجالي حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأعلى من السعر الرسمي للأرز الأبيض تمضبط أكثر من 614 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تمضبط قرابة 165 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 918 قضية من بينها 207 قضايا خبز ناقص الوزن و207 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات